اهلا بكم اصدقائي طلاب الصف الخامس الابتدائي بينكمل مع بعض منهج connect plus 5 وننترس طبعا النهاردة unit 4 ده اخر جزء في الوحدة ديه اللي هو جزء language او اللي مقصود بيه جزء grammar الgrammar بتاعنا النهاردة حاجة جديدة علينا شوية اسمها question tag question tag معناه السؤال المزيل يعني ايه السؤال المزيل في العربي احنا بنستخدمه بشكل واحد هو كلمة اليس كذلك او بالعمية بنقول مش كده لما بقول لحد معلومة بقوله مثلا انت شاطر في المدرسة مش كده او اليس كذلك طبعا بيرد علي هو الهدف من السؤال المزيل ان انا بتأكد من المعلومة او لو انا مش متأكد فعايز الشخص اللي بيسمعني يأكد لي ويرد علي ايوة ولا لا طيب في الانجلش طبعا هو مش بيبقى شكل واحد زي العربي وبيختلف على حسب اختلاف الجملة الاولانية الي انا بقولها وبسأل عنها طيب خلونا نقرأ كده بيقولينا question tags have two parts السؤال المزيل بيكون من جزئين the first part is like a sentence الي هي الجملة الي انا بقولها الي ببقى عايز اتأكد منها او من صحتها طبعا and the second part is a question tag الجزء بقى الثاني الي زي ما بقوله في العربي اليس كذلك او مش كده ده بقى ازاي نعمله في الانجلش هو ده درسنا النهاردة بيقولينا بس معلومة ان احنا السؤال المزيل ده بستخدمه للتحقق او للتأكد من المعلومة بيبقى شكله كده زي ما مرسوم قدامنا بيبقى عبارة عن الجملة الخبرية الي انا عايز اتأكد منها وبفصل بفصل عن السؤال المزيل بكومة وبعد كده بحط الفعل المساعد وبعد كده ضمير الفعل الي جاه في الجملة الخبرية الاولى وما نساش طبعا اقفل بالكوشن مارك على متل السفان طيب بيقولينا ايه كمان بيقولين اول حاجة لو انا عندي في الجملة الاولانية دي فعل مساعد اصلا جزء من الجملة فبيبقى سهل بالنسبة لي اعمل السؤال المزيل او الكوشن تاك بتاعك ده ازاي بيقولك القعدة اوه لو عندك وعندك فيها طبعا بما انها جملة خبرية مسبتة اللي هي بتبقى متكونة من فاعل وبعد كده فعل مساعد مسبت اعمل السؤال السؤال المزيل بيبقى عكسا بيبقى الفعل نفس الفعل المساعد الي هنا باخده بس بحطه وراء في السؤال المزيل بس بحطه في شكل نفي وبعد كده بحط ضمير الفعل اوكي بصوا هنا على المسال اللي عندنا اللي بيقولينا is playing tennis isn't she شايفين هنا الجملة بتاعتنا هنا و is playing ده الفيرب بتاع الجملة ولكن متكون من جزئين helping verb او الفعل المساعد وشايفينه هنا مسبت وده الفعل الاساسي اللي بيبقى في المعنى الجملة وخدنا helping verb هنا المسبت لأنه في اخر الجملة وبقى منفي negative وطبعا هنا عوضنا عليها عنها بالpronoun بتاع اللي هو she ليس كذلك طيب نكمل بيقولينا لو كان بقى الجملة الاولانية دي اللي قبل السؤال كانت negative منفية وكان فيها already فعل وفعل مساعد منفي هاخد انا الفعل المساعد المنفي ده بس في ال question هحطه في شكل المثبت واحط ضمير الفعل وال question mark بعد كده تعال نشوف المسال ده بيقولينا your brother can't play the guitar اخوك لا يستطيع ان يلعب او يعزف على الجتار هنا ده طبعا helping verb بتاعي بس منفيه هاخده في السؤال الوراء وحطه مثبت وطبعا your brother هعوض عنه بضمير he اوكي يبقى your brother can't play the guitar can he أليس كذلك مثال تاني i want want يعني well not be a hot be hot tomorrow بيقولينا ان الدنيا it won't be hot tomorrow طبعا انا عندي هنا helping verb منفي will not هاخدها في اخر الجملة او في السؤال تبقى well وطبعا it هتتنقل زي ما هي it في الاخر يبقى it won't be hot tomorrow دنيا مش هتبقى حر بكرة will it أليس كذلك طبعا بيقولينا يتم تغيير حالة الفعل المساعد من الاسبات الى النافي او من النافي الى الاسبات ازاي كالاتي هنشوف الشرح اكتر ورا نكمل بيقولينا بالشكل ده واجاب لنا بعض الافعال المساعدة مثبتة have has had should can could كل دولة افعال مثبتة مثبتة هنقلها طبعا في السؤال haven't hasn't hadn't want shouldn't can't couldn't او العكس لو كان في الجملة منفيه هارجعوا في السؤال يبقى مثبت بيقولك بس خد بالك بقى الفعل المختلف عندنا عن كل الافعال اللي هو verb to be بيقولينا سواء كان فعل اساسي او كان فعل مساعد في الجملة فهو ما بيحتاجش حد يجيساعده هو بيشتغل في جملتنا زي ما هو سواء كان مثبت زي is or was or where المدارع او ماضي وطبعا في am كمان بحاوله لي isn't aren't wasn't weren't تعالوا نشوف المثال سويني المثال اللي عندنا بيقولينا there isn't any coffee in the cupboard فيش اي اه 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 في الدولاب طبعا isn't هنا ده فعل اساسي يوجد بس طبعا ناف يبقى اخده في السؤال المزيل بالشكل المسبت و there ترجع ورا تبقى there زي ما هي يعني المثال هيبقى is there طبعا في الحالة دي معنى برضو اليس كذلك مهما تغير شكل السؤال المزيل there were a lot of people at the meeting كان يوجد هناك الكثير من الناس في الاجتماع where طبعا هنا مثبتة يعخدها في السؤال بالشكل المنفي بتاعها تبقى weren't with there ترجع ورا زي ما هي there تمام بيقولك خد بالك بقى verb to be في حتى كده بيقول لنا لو كان في الجملة الاولانية I am لما بحولها في السؤال المزيل بتبقى aren't I وهشرح لك لي دلوقت اما لو كانت I am not في الجملة الاولانية برجعها في السؤال المزيل تبقى am I عادي خالص تعالى اقولك ليه المثال الاول I am short انا قصير أليس كذلك المفروض ان انا عندي هنا في الجملة الاولانية I am مثبتة هرجعها ورا في هنا منفية بس خد بالك من شروط السؤال المزيل ان الفعل المساعد وضمير النافية او كلمة النافية هي not لازم يكون في ما بينهم اللي هو اختصار يعني ما ينفعش اقول is not ما ينفعش لازم تبقى isn't طيب am لما رجعها هنا لازم اشبك فيها not مش كده صحنا ما عندناش في الانجلش حاجة اسمها amnt دي مش في الانجلش خالص am عمرها ابدا ما بتوش بك في not وما ينفعش حطها في السؤال المزيل بالشكل ده فعل عشان كده بنستعيد عن am not بواحدة قريبتها والاقرب لها طبعا اللي هي aren't عشان كده يبقى aren't I والquestion تاني طيب طب نشوف المثال التاني لو كان am منفية في الجملة الاولانية شايفينهم هنا هم مفيش اي ما بينهم مفيش اختصار كل واحد لوحده ما هي منفية يعني خلاص انا كده كده ملزم ان انا اجيبها مسبتة ما عندش مشكلة خالص تمام فعشان كده في حالة الجملة ما تبقى منفية مع am هرجع am وراها دي والضمير زي ما هو am I مش كده تمام نكمل نكمل بيقول لنا بقى ايه اخر حاجة لو مفيش اصلا في الجملة فعل مساعد هعمل ايه قالك الازمنة الوحيدة اللي ما بيكونش فيها فعل مساعد وبيكون فيها فعل اساسي وبس هي ازمنة البسيط سواء كان مضارع بسيط او ماضي بسيط فبيقولك لو كانت الجملة الخبرية الاولى فيها فعل طبعا بدون اضافات فانا هاجب له من عندي فعل مساعد يساعدني اللي هو do وطبعا لازم ان فيه يبقى don't طب لو كان الفعل اللي عندي في الجملة في المضارع مضاف له اس او اس او اس او اس ملحوظة ان صيغة الفعل المساعد المنفي في السؤال المزايد يجب ان تكون مختصرة يقصد ان لازم تكون في حالة contraction يعني اختصار ما بينها ما بين الفعل المساعد وكلمة not يعني منفعش حط not لوحدها يعني isn't don't وهكذا تعالوا نشوف المثال زي like ادي فعلي هوت اساسي ما عنديش فعل مساعد ومثبت فعشان كده جبت له don't don't they عادي ال speaks ادي فعلي اساسي في اس وما فيش فعلي مساعد عشان كده جبت له does ومفي تبقى doesn't he عندي they traveled by pot ادي فعلي الاساسي في التصريف الثاني travel هجبت له didn't عشان تساعده تمام didn't see وبكده تعريبا الشرح خلص خلونا نبدأ نحل عشان نسبة المعلومات اوكي سؤالي choose number one you came by train انت جيت بي القطر عندي ادي الفعل بتاعي في التصريف الثاني يبقى اكيد هجيب له من يساعده وبيني ده مثبت يبقى لازم الفعل مساعد هنا منفي اكيد هجيب له didn't i am your friend i am هنا مثبتة لازم تبقى هنا منفية هل ينفع اجيب i am not ولا اجيب amint ما عنديش حاجة اسمها amint ومش هينفع حط am و not كل واحدة لوحدهم ما تنفعش يبقى اكيد هجيب aren't اللي هي قريبة منها number three they will meet us at the park عندي الفعل المساعد well يبقى ومثبت يبقى اجيبه هنا منفي طبعا اللي هو want want they you chocolate don't you ادي الفعل المساعد لاني جبت عشان يساعدني don't يبقى لازم الفعل الاساس اللي كان هنا يكون كان بدون اي اضافات like ما تنفعش likes ما تنفعش والlike ما تنفعش يبقى you like chocolate she was lazy هي كانت كسولة at the class was ده الفعل الاساسي بس فيربط بي برضو بيشتغل فعل المساعد يبقى اختار wasn't she ليس كذلك طبعا نكمل okay number six she's good at english ايدي فعل المساعد is ومثبت يبقى isn't she you can't play tennis ايدي فعل المساعد ومن في يبقى اجيبه هنا مثبت can you i don't have breakfast ايدي فعل المساعد didn't ومن فيه يبقى المفروض اجيبه هنا مثبت يبقى i يبقى did i my brother doesn't like melt ايدي فعل المساعد هو يبقى المفروض اجيبه هنا مثبت my brother عوض عنه he هو موجود اصلا يبقى does he okay اكمل ايه خلونا نحلل السؤال ده باردو ده read and circle the correct word you you will or won't pass your exam won't هنا من فيه بأكيد كان هنا فالمساعد مثبت you live in Cairo ايدي فعل الاساسي ومانجش فعل المساعد ويبقى الاساسين بدون ايه طفول تيب هجيب مني سادو don't you it won't rain tomorrow it won't rain tomorrow won't من فيه يبقى كيب هنا مسبت my dad can't help me مش هيقدر او مش بيقدر يساعدني with my homework today can't من فيه يبقى كيب في السؤال المساعد المسبت okay okay نكمل the students went to the library ادي فعل الاساسي ومانجش فعل المساعد يفعل هنا في التصريف الثاني يبقى اجيب مني سادو اجيب didn't وطب student دعستو عوض عنه بدمير ايه اكيد زي مش زم يبقى didn't زي the eagle is a strong bird النصر يكون كذا ادي فعل الاساسي ومسبت يبقى اجيبه في الاخر isn't تمام كده درا خلص درسنا النهاردة يريد تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وما تنساش تعمل شير لكل الفيديوهات عشان تدعم القناة شوفكوه في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة